السلام عليكم الاخبار الممارسة اهم عامل لما تيجي تتعلم اي حاجة لما تيجي تتعلم اي حاجة من غير ممارسة كأنك بترسم على المية بتختفي وزي ما احنا عارفين practice makes perfect ان الممارسة بتوصلك ال perfection او بتوصلك انك تبقى واو في الحاجة اللي انت بتتعلمها من اكتر الاسئلة اللي بتيجي ازاي اقدر امارس اللغة يعني زي ما احنا عارفين احنا بنسترس جدا على موضوع ال grammar طيب انا دلوقت الراجل تعلمت grammar كويس جدا وكنا عندنا شوية حلول انك تتمرم مع نفسك انك تشوف حد من اصحابك عنده نفس الاهتمام وتبدأه تتمرنه سوا او انك تستخدم مواقع من المواقع اللي بتتيح لك انك تعلم الناس مثلا عربي وهم يعلموك انجليزي او يتكلموا معك بالانجليزي ودي كانت حلول كويسة جدا ورائعة وممتازة بس اللي بيداوم عليها ولكن الاسف مش كل الناس عندها الامكانية انها تتكلم مع نفسها كده وكمان برضو صعب انك تلاقي حد ملتزم معك نفس التزامك او نفس حماستك للموضوع ده وبالاضافة المواقع الاجنبية يعني شايف انها بتاخد شوية مجهود منك على ما انك تقدر توصل لحد انك بتبدأ تتكلمه وبعدين بتاخد السكايب اكاونت بتاعه وبعدين ترتبه معاه ده هو فاضي فيه وانت فاضي فيه فرق التوقيتات والكلام ده كله ما تفهمنيش غلط انا شايف ان الحاجات دي رائعة جدا لو التزمت بيها ولكن فيه تعليق جالي على فيديوهات كتيرة جدا عن ترجيحات للتطبيق معين ان انا جرب التطبيق ده ففعلا اخدني الفضول ورحت نزلت التطبيق وجربته وانبهرت يعني حرفيا انبهرت ببساطة الموضوع وجدوى الموضوع فعلى طولة وصلت مع الناس القائمين على التطبيق ده وقلت لهم انا عايز اعمل فيديو عن الموضوع ده وعايزكم انتم تبقوا للموضوع ده والحمد الله تم الموضوع والفيديو ده سبونسور باي كامبلي نتكلم نهاردة عن تطبيق كامبلي طب ايه الفكرة او ايه اللي بيميز التطبيق ده عن التطبيقات التانية يعني شوية حاجات كده حبيت احطهم في نقطة اول حاجة انك مش بتتواصل مع شخص عادي او مع مجرد بيتكلم انجليش لا ده انت بتتواصل مع مدرس مدرس تيتشر يعني مدرس انجليزي فيقدر يعلمك حاجات كتيرة جدا وتقدر تسأله عن اي حاجة في اللغة وهو يقدر يجاوب عليك النقطة التانية ان انت اللي بتختار المدرس بتاعك انت تخش عالتطبيق وتشوف الاساسة وتختار واحد منهم طب والنقصر ان انت عجبك جدا اسلوب المدرس ده وعايز تكمل معاه بتقدر تتفق معاه على معاد وتتمرن معاه على طول والنقصر ان انت ما عجبكش المدرس ده بتدوس وتروح تشوف واحد تاني فالموضوع فليكسبل جدا انت اللي بتختار المدرس اللي عجبك النقطة التالتة ان كل محادثاتك او كل ال متسجلة صوت وصورة ومروجودة على الكلاود بتاع كامبلي تقدر تطلع عليها دايما وتشوف انت تطورت قد ايه او تشوف مستوك تحسن قد ايه او تراجع الشرح بتاع المدرس لو كان شرح لك حاجة معينة او تقدر تقارن ما بين اول كامبريزيشن انت عملتها واخر كامبريزيشن وتشوف التقدم بتاعك وصل لفين النقطة الرابعة انه متاح 247 متاح طول الوقت يعني مش محدد بوقت معين او مربوط بوقت معين انت في اي وقت تقدر تفتح التطبيق وتكلم او تمارس اللغة مع مدرس نيليف سبيكر تقدر تستخدم التطبيق ده في اي مكان وانت في المواصلات وانت في المتر وطلع التلفون بتاعك هتلاقي مدرس مستنيك يمارس اللغة معك وانت ماشي في الشارع طلع التلفون بتاعك واستخدم التطبيق واستغل الوقت الفاضي ده وانت في طريقك للشغل وانت في طريقك للسوبر ماركت الموضوع فليكسبل جدا ومارن جدا ومتاح في كل الاوقات اخر نقطة علشان ما نطولش ان الموضوع سهل جدا وبسيط جدا مجرد ما بتطلع التلفون بتاعك وتشغل التطبيق اضغط هتلاقي في مدرس بتواصل معك وقتي فانا جربت الموضوع ده وانا ماشي في الشارع وانا في المواصلات موضوع بسيط جدا مفيد جدا بتحس ان الوقت بتاع المواصلات ده ما بيضعش هباء نيجي بقى لأهم حاجة هل التطبيق ده بلاش؟ لا التطبيق ده بفلوس بس هو بيديك عشر دقايق ساعة ما بتنزل التطبيق وتسطبه بيديك عشر دقايق تقدر تختبر فيهم التطبيق وتشوف هل فعلا يستحق ان انت تستثمر في فلوس ولا لا انت بتتواصل مع مدرس لغة انجليزية native speaker من امريكا او من كندا او من استراليا او من اي حتة بس مدرس لغة انجليزية native speaker هتتعلم منه كتير مش مجرد شخص عادي وكمان كل فترة بيقى فيه عروض وتخفضات وخصومات تقدر تستفيد منها تطبيق كاملي بيطيح لك انك تختار الباكج او الباكة بتاعتك ممكن 15 دقيقة كل يوم 15 دقيقة ثلاث مرات في الاسبوع ونص ساعة يومين في الاسبوع لمدة شهر زي ما تحب انا شخصيا اخترت باكة 15 دقيقة كل يوم ودي كلفتني 60 دولار قبل ما تري اكت او تنفعل او تندهش وتقول ده كتير جدا انا كنت زي كده في الاول بس اما جيت حسبتها انا رحت ااخد كورس في الجامعة الامريكية وكنت بتفع حوالي 50 دولار في الشهر يومين في الاسبوع ساعتين يعني اجمال الشهر كان 16 ساعة و لو حسابت تكاليف الصفر والاكل والوقت الضيع مثلا هنقول 25 دولار في الشهر ارغب ان ده قليل جدا يبقى 75 دولار بتاخد بهم 16 ساعة في الباكيج بتاعتي انا 15 دقيقة في اليوم يعني 7 ساعات ونص في الشهر ب 60 دولار 75 دولار بيدوك 16 ساعة و 60 دولار بيدوك 7 ساعات ونص طبعا انت ببص لل 16 ساعة كتير جدا لكن ما انتشواخد بالك ان انت في الكورس ده معاك 14 او 15 واحد فالاتنشن او اهتمام الترينر اللي بيعلمكم مأسوم عليكم فانت فعليا او حرفيا بيبقى نصيبك ساعة واحدة بس في الشهر فانت بتدفع 75 دولار مقابل ساعة واحدة بس ليك انت كان بلي 60 دولار سبع ساعات ونص برايفت ليك انت شخصيا احسب الموضوع صح وخد في اعتبارك ان انت بتتكلم مع مدرس نيديب سبيكر مش مجرد شخص عادي وكمان ده وفيه بيبقى مع بعض وده بيبقى نص السعر تقريبا فاحسبها صح يعني ما تبصش للصورة من برا لا احسبها صح وشوف انت انت بتاخد فايدة قد ايه انا القرس اللي كنت بروحه او كنت يعني هكمله كان بياخد مني وقت ومجهود وتاعه كان اليوم بيبقى ضايع ده دلوقتي من بيتي اقدر اتواصل مع مدرس نيديب سبيكر وانا قاعد من غير ما اروح اي مكان وده ليه ثمنه اوكي حط في اعتبارك ان الفلوس اللي انت بتدفعها في تعليم نفسك انت مش بتخسرها انت بتستثمر في نفسك وزي ما قلتلك ساعة ما بتنزل التطبيق بيديك 10 دقايق فجرب التطبيق وشوفوا هل يستحق ان انت تستثمر فيه ولا لا وصلنا لفاكرة الكووت والكووت بتاع النهاردة من سيلفيا بورتر وهي سيطة دي بتقول تقول لك استثمر في نفسك في تعليمك مفيش احسن من كده الفلوس اللي انت ممكن تدفعها على السجاير او على التدخين او على اي حاجة ملهاش اي ثلاثين لازمة لو جيت حسابتها في الشهر وشوفت انت بتدفع كام يعني لو هتدفع نص الفلوس دي بحاجة هتفيدك فعليا هتتطور وهتبقى احسن فده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان هو يكون عجبكم واتمنى ان انا شوف يعني رأيكم في التطبيق زي ما قلت لك نازل التطبيق هيديك 3 minutes تقدر تستخدمها وتقدر تجرب التطبيق فحابب ان انا اعرف ارأيكم في تطبيق كامبلي وهل انا حسابت الموضوع صح ولا لا سلام عليكم